موسيقى السلام عليكم جميعا أرجع لكم فيديو جديد فيديو اليوم سيكون عن هاتف من شركة ريلمي وهو ريلمي C11 سنبدأ بالتصميم سيأتي الهاتف بتصميم البلاستيك بالكامل بالنسبة للهاتف من الهاتف سيكون لدينا حواف قليلة نسبيا ولكن سيكون لدينا الحافة السفلية كبيرة جدا وسيكون لدينا كاميرا أمامية وموجودة بنوتش من نوع قطرة المياه أما بالنسبة للهاتف من الخلف سيكون لدينا مربع يحتوي على كاميرتين مع الفلاش بننتقل للشاشة سيكون من نوع IBS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD Plus مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة أما بالنسبة للكاميرات سيكون لدينا كاميرتين من الخلف الأولى بدقة 13 ميجابيكسل بفتحا عيسة 2.2 أما الكاميراء الثانية ستكون بدقة 2 ميجابيكسل بفتحا عيسة 2.4 وهي خاصة لا العزل أما بالنسبة للكاميراء الأمامية ستكون بدقة 5 ميجابيكسل بفتحا عيسة 2.4 أما بالنسبة للأداء سيأتي معالج MediaTek Helio G 35 ثماني أنه قطة 12 نانو متر بقوة تصل إلى 2.3 جيجا هرتز مع معالج رسومي PowerVR GE 8320 بالنسبة للرام والسعة التخزينية سيكون لدينا رام 2 جيجا بايت مع سعة تخزينية 32 جيجا بايت و سيأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 من أنت إلا البطارية اللي راح تكون بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط عن طريق منفذ Micro USB وليس Type-C الهاتف راح يدعم منفذ السماعات الخارجية و راح يكون عنا منفذ لذاكرة الخارجية حتى حجم 256 جيجا بايت ألوان الهاتف راح يكون عنا اللون الأخضر والرمادي بالنسبة للسعر الهاتف راح يكون سعر الهاتف 100 دولار للأسف الهاتف ما راح يدعم بصمة الأصبع و كمان كنت بتمنى أن تكون قاعة شحن من نوع Type-C ويدعم الشحن السريع الانبي هاتف بنفس الفئة السعرية بيجو بقواعد شحن من نوع Type-C ويدعم الشحن السريع 18 واط مثل هاتف الريدمي 8A هذا فجل اليوم أتمنى أن يكون أعجبكم أتمنى أن نشترك ونشترك وفعل زر أجل رسالي سورة وطنبيه في كل فيديوهاتنا الجديدة أكيد لا ينسى أن تضع على زر اللايك وشارك المقطع مع أصدقائه أراكم في الفيديو القادم وسلام